تواصل مصر جهودها في دعم أشقائها الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على قطاع غزة هذا وتسلم الهلال الأحمر المصري أحدث قوافل التحالف الوطنية التي تضم 500 شاحنة محملة بـ 8500 طن من المساعدات تواصلا لجهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على قطاع غزة تأتي أحدث قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية قافلة جديدة تضم نحو 500 شاحنة محملة بـ 8500 طن من المساعدات المتنوعة سيتم تسليم محتوياتها للهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة القافلة النهاردة بتضم ما يقرب من 500 شاحنة وأكثر من 8500 طن من المساعدات المتنوعة ما بين مساعدات غزائية من المنتجات سهلة التحضير وسهلة الفتح لتناسب الظرف الحادث حاليا لأشقعنا في فلسطين أو مساعدات طبية تتفق تماما مع احتياجات الجانب الفلسطيني أو بكميات أكبر كمان من المطلوبة أو تجهيزات للمستشفيات أو غيرها من المستلزمات الطبية بالإضافة طبعا لمساعدات سواء مساعدات الكساء زي الأخطية والبطاطين والألحفة والملابس الشتوية بمناسبة موسم الشتاء النهاردة بندعم أهلنا في غزة بكل ما قدنا من قوة يعني احنا وراهم بالمؤسسة بالدعم المادي والدعم المعنوي أي حاجة احنا ما نتدرش نأخر فيها طبعا احنا الدولة المصرية خلفها في كل قراراتها متطوعين النهاردة مستعدين لأي حاجة بتطلب منهم في أي وقت القافلة الإغاثية تضم مواد غذائية وإغاثية وطبية من أدوية وبطاطين وخيام ومياه وتم مراعاة طبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطع غزة الآن وتناسب الظروف التي يعيشونها وشرك في تجهيزها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من جمعيات خيرية ومنظمات مجتمع مدني احنا عندنا كل حاجة خاصة بالمشاركة في صناعة الحياة من المصطوعين كل المصطوعين هم اللي بيجمعوا التبرعات الخاصة بالحاجة ويبدأوا أن هم يجهزوها ويتم تعبئتها وكمان بيحصل مشاركة من المصطوعين في المحافظات موجودين في 22 محافظة بأكتر من 2000 متطوع شرك من أصل 20 ألف متطوع موجود في صناعة الحياة فيه بيحصل التعبئة بتاعة المواد وبتبدأ أنها تتحرك للقافلة بشكل مركزي ونتحرك بها إن شاء الله على رفعه نرى الاحتياجات المحتاجة للجانب الفلسطيني سواء مواد غزائية سواء مياه سواء أدوية نحاول نوفرها لهم طبعاً يتم تجهيز ذات من أجود عنواع السلع في المواد الغزائية نحاول نوفر لهم أفضل المنتجات حالياً نظرنا النهاردة أن نحن نواصل القافلات هنا على طريق الإسماعيلية نظرنا في المؤسسة أن نحن قادة تيم نشتغل على أن نكون إيد وحدة المؤسسة هي تنمية مجتمعية بتساعد الشباب أن ينزلوا على أرض الواقع يساعدوا أهليهم لو جزء بسيط جهود مصرية دعوبة لتقديم يد العون لأهالي قطاع غزة وسط العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي المستمر لنحو 130 يوماً منذ أكتوبر الماضي أحمد الحسيني التلفزيون مصري ترجمة نانسي قنقر